مرحمة الله وبركاته معكم المعلمة سارة فرج من مدارس الهدي المحمدي ومن خلال استراتيجية التعلم عن بعد أتمنى لكم السلامة بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صغار الأحباء سأكون معكم اليوم في مادة اللغة العربية للصف الأول أساسي وتجريد حرف الضاد من كتاب تميز وانطلق أولا يا صغاري سنتعرف على اسم حرف الضاد وصوت حرف الضاد وننطق حرف الضاد مع الحركات وأن نقرأ المقاطع الطويلة لحرف الضاد وأن نحل تدريبات حرف الضاد صغار الأحباء هيا بنا نقرأ ونميز صوت الضاد هيا يا صغاري انظر إلى هذه الصورة إنها صورة ضبع صورة ضبع الصوت الأول من كلمة ضبع ض ض أحسنتم يا صغاري أما الصورة التي تليها إنها صورة درس درس الصوت الأول من كلمة درس ض ض أبدعتم يا صغاري انظر معي يا صغيري على أشكالي حرف الضاد من خلال هذه الكلمات انظر إلى الكلمة الأولى ضفضع 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 حرف الضاد جاء في أول الكلمة والصوت الأول من كلمة ضفضع ض ض أما الكلمة التي تليها خضار خضار وحرف الضاد جاء في وسط الكلمة وصوت الضاد ض ض أما الكلمة التي تليها هي كلمة بيض بيض وحرف الضاد جاء في آخر الكلمة أحسنتم يا صغاري الأحباء أما الآن يا صغاري هيا لنقرأ معا هاتان الجملتان هيا يا صغيري ردد معي يا صغيري شعر ضياء بألم في درسه شعر ضياء بألم في درسه الشملة التي تليها ضحى تحب اللون الأخضر أحسنتم يا صغاري أما الآن هيا بنا لننتقل معا إلى كتاب تميز وأنطلق ولنقوم بحل التدريبات معا افتح يا صغيري صفحة ثمانية وأربعون أولا حرف الضاد صوته إد إد آ ض إد أو د إد إي ض إد فتحة ض إد ضم ض إد كسرة ض إد إد سكون إد 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 وتنوين الفتح ضن إد وتنوين الضم ضن وإد وتنوين الكسر ضن أما التمرين الذي يليه هي لنحلل الكلمات معا الكلمة الأولى ضو أن ض وإو مقطع ضو وأن ضو أن الكلمة التي تليها مد ر بن مد ر بن مد ر بن بن أما الكلمة التي تليها ع ر ضن عريض أحسنتم يا صغاري لننتقل إلى التمرين الذي يليه نكون من هذه الحروف كلمات ذات معنى اسم شجرة نأكل منها الرطب هيا يا صغيري نخيل أحسنتم واسم طائر لا يطير أحسنتم يا صغاري نعم من فقد حاسة البصر نقول عنه أعمى أحسنتم يا صغاري وضد كلمة قوي ضعيف واسم حيوان حروفه موجودة أمامنا ضفضع أحسنتم يا صغاري أما الآن هيا لنكتب أسماء الصور التي أمامنا الصورة الأولى ضفضع الصورة التالية بيض أما الصورة التي تليها مريض أحسنتم صغاري الأحباء وحان موعد الآن الواجب هيا يا صغيري قم بكتابة حرف الضاد وانتبه إلى السطر وأكتب بخط جميل وسليم وأقرأ الكلمات أرض عريض ضباب ضفضع وأرض بلادي خضراء وقم بقص وإلساق صورة الضفضع صغاري الأحباء هكذا نكون أنهينا درسنا لهذا اليوم دمتم في أمان الله أتمنى لكم حياة جميلة كجمال قلوبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة